مشاهدين رجعنا لحضراتكم مرة تانية وزي ما سمعنا في تقرير اللي عملناه عن ضفنا وزي ما قلت لحضراتكم في المقدمة احنا ضفنا ضيف عزيز عليكم عارفة ان انتم بتحبوه وبتابعوا اعماله بس هو مقل جدا في انه يظهر في برامجه مقل جدا انه يتكلم عن نفسه ومقل جدا ان احنا نعرف عنه اي حاجة فبالتالي فرصة ان النهاردة كل جمهوره يعرف كتير عن تفاصيل حياته اللي هو دائما يعني مبتعد عن الاعلام ضفنا النهاردة وضفكم الفنان الممثل المخرج الاستاذ استفان مونير مساء الخير يا اهلا مساءة مساء النور منورني ومشرفني وسعيدة جدا ان احنا بنلتقي النهاردة الله يخليكي وسعدتي كبيرة جدا جدا بوجودي في المحطة ووجودي معاكي لان لكم معزة كبيرة عندي ربنا خلينا نبدأ كده من الاول زي ما انا قلت انت راجل بتاع فن لا بتطلعش يتكلم ما بنشوفش كده على الفيسبوك مش عارف ايه تنزل حاجات وشغلك ما لكش فيه الدعاية والكلام عن نفسك وبالتالي الناس بتشوف الاعمال اللي بتعملها لكن بتعرفش كتير عن مين هو استفان مونير وليه دخل الفن ازاي وابتدت للحكاية امتى خلينا نحكي كده من البداية انت امتى حسيت انه اللعبة دي بتاعتي وانا داخل فيها انا بتاع فن انا المجال ده انا هكمل فيه وعايز ادرسه وانا موغوب فيه الحقيقة والدي كان رجل من رجال التربية والتعليم فكان يعني بيحتم جدا بموضوع التربية والاعداد الانسان وتكوين شخصة الانسان بشكل كبير خالص من بداية حياتي يعني ده بس كله ده بشكل كبير ومهم يعني فانا من بداية حياتي كده لما وقيت عديني يعني وانا عندي خمس سنين لقيت الحكاية دي عجباني فكنت فيه بقى ايه نشاط في الكنيسة في النادي في المدرسة بعد كده والميزة الكبيرة ان انا التديد بشكل جيد ومنظم من قول اعدادي ان كان في اسكندرية انا اسكندراني طبعا وكان في اسكندرية فيه حاجة اسمها الفرقة القومية المسرحية دي كان بيخرج لها كبار المخرجين ترم طوع وحسين جمعة وحسن عبد السلام يعني الناس كتيرة خالص والاعضاء اللي في الفرقة دي اتربوا تربية مسرحية حقيقية جيدة فكان حظي السعيد ان انا في اعدادي فيه واحد من هذه الفرقة رحمة الله عليه الاستاذ محمد مرسي فتولاني بقى محمد مرسي وناجي احمد ناجي في اسكندرية من فرق اسكندرية بالتربية والاعداد بقى فيه المسرح المدرسي وكانت اللي انت لقى بقى من اول اعدادي ان انا ابتديت في المدرسة بشكل مسرح مدروس جيد مش عشوائي ولا تمثيل الجغرافي والحاجات دي وانتقلت منه بقى للصخافة الجماهرية والشباب والرياضة فرق الشباب ومراكز الشباب والحاجات دي وكان في الوقت ده في اسكندرية بيعمله حاجة اسمها لقاء الانشطة المتكملة اربع محافظات مع بعض كل اربع محافظات بيصفه سواء اللي هو كن مطروحه كفر الشيخ والبحيرة واسكندرية وبيعمله النشاط ده بقى ايه وبيلتقوا سواء فالحكاية مشيت معايا بقى ايه بشكل قوي وتعليم جيد منظم مؤسس من اول اعدادي فكانت النتيجة ان انا ما وصلت تانية سنوية كنت بخرج في مدارس ابتدائي قبل ما اخشي وادرس وكده لان انا اتربيت تربية مصرحية حقيقية جيدة وكانت الحكاية مكسافة جدا يعني النشاط كان طول السنة عبد اتناشر شهر